ألخص عشان نروح لفارقه بكرة من رؤية كابتر رمضان السيد انت شايف انه احنا هنا نلعب 4 2 3 واحد نرجع ل 4 2 3 واحد شايف انه افشة لازم يبقى موجود من البداية في مكانه لامر عشر شايف انه دلوقتي الفرصة انه حسام حسن ياخد فرصة كاملة ويبدأ ياخد فرصة كاملة ويبدأ وهيصنع الفارق مش ده مش تقليل من محمد شريف لكن انا بكلم على الحالة النفسية والمعناوية بتاعت محمد شريف من الكاميرون والبطولة العرب والحالة اللي عليها دلوقتي حسام حسن حسن يعني واحد اللي عايب يعان وعايز ياخد هيدي اقصى حاجة وفعلا هو في الخمسة وعشرين دقيقة بتوع المقصة الحقيقة حسام حسن كان ليه تواجد بشكل قوي جدا وحط واحدة في القايم وحط واحدة في دماغه فليه تواجد فعشان كده انا بقول ان حسام حسن لو خد هيدي بشكل قوي جدا 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 طيب انا هقول القايمة اللي تم اعلانها واللي هتلعب مباراة بكرة ان شاء الله تكون جاهزة لمباراة بكرة ولو في اسماء حضرتك وانا بقولها محتاج تواجي لها رسالة حيكواقفني ماشي تمام في حراسة المرمى بكرة 22 لعيف في قايمة الفريق ان شاء الله محمد شناوي علي لطفي مصطفى شوبير في حراسة المرمى هيكون معهم رامي ربيع حمدي فتحي حسام حسن محمد شريف حسين الشحات أليو دينج عمر السلية محمد مجدي أفشة محمود وحيد علي معلول ومحمد محمود بيرسي تاو محمد عبد المنعم طهر محمد طهر كريم فؤاد لوي اسمك سوني ومحمد هاني وعبد القادر ومحمد خليفة مصير يعني انا هاتكلم مع حسام اقول له حسام انت بكرة لو بدأت دي فرصة يعني لازم تمسك فيها تمسك فيها بقوة كمان انت لعيب كبير جدا وكنت مع سموحة اعتقد ان سموحة لما تيجي تحسابها اقل بكتير جدا من النادي الاهلي وهو كان نجمي نجمي الفرقة وحاجة قوية جدا ويسجل وكل حاجة وعموما كان من المهاجمين للمميزين في الدولة المصري عموما بصراحة احدش يقدر ينكر ده طبعا في حاجة تانية الحقيقة انا عاوز اكلم فيها مصر مسلماني وكلم فيها احمد عبد القادر احمد عبد القادر من اللعيبة القليلة اللي في مصر في مصر مش في النادي الاهلي يقدر يصنع الفارق احمد عبد القادر في مواقف واحد ده واحد مفيش لعيف في مصر دلوقتي زيه مواقف واحد ده واحد احمد عبد قادر بياخدها بيعني بتفوق كبير جدا جدا انا بقول لي مسلم المسلماني احمد قادر لازم بقى متواجد طوال الوقت يعني مستعجلش عليه يعني حتى لو جات في دماغك تغييره لا احمد قادر لازم بقى موجود يعني يمكن المنبراء اللي فاتت الحقيقة فيه حوالي اولا هو كان رأى عمل ربط مع علي معلول هايل هو ربط ده باين من بدري بصراحة الاتنين بينهم انسجام ربط تتباين في مرات اليلال جدا 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 جبها قوية جدا وكمان بقى كمان حتى الكرات اللي هو مش هيوصل بها علي معلول لبرة هو هيعرف يخش جوه ويعرف يجيب جول ويعرف يشتغل مع الناس اللي جوه هو عمل واحدة المطش اللي فات اللي هو راح دايس بيها لجوه وراح دايس مرة كمان ودايس مرة وبعدين راح تطرح تخبطه في دماغي اللي هو كترحه جول ايو 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 كترحه في المقص كمان مظبوط احمد عبدالقادر المفروض ان احنا نعتمد عليه وما يخرجش من الملعب هو احمد لو انا وجهت الرسالة قبل كده الولد ده لو اهتم بالنحية البدنية عنده يعني في حتة تانية خالص في حتة تانية خالص انت عارف اقولك حاجة انا زي ما انت بتقول كده يا احمد احمد عبدالقادر ممكن يبقى لو اهتم بالنواحة البدنية زي محمد صلاح مهتم اه 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 انا قلت نفس الرسالة دي يروح قلت قلت احمد عبدالقادر لو اشتغل على نفسه بدنيا يلعب في اكبر واهم ندي في العالم بالزبط يعني بس هو برضك فيه حاجة لازم نعرفها انت لو بتبص على العضلة بتاعة احمد عبدالقادر لا عضلة قوية جدا وكويسة جدا وعضلة موجودة وكل حاجة هو شغال على نفسه بس لسه برضك محتاج اكتر محتاج الجزء اللي فوق اكتر